كنت عايز ذهبك كده قبل ما نبتدي فيه كم حاجة كده نعلق اليوم يلا أنا كان فيه صورة عجبتني مبارح أتمنى نجيبها على الشاشة طبعا نحن عارفيني في برلين في ألمانيا مؤتمر بخصوص ليبيا وقادل صورة هي على الشاشة الرئيس السيسي موجود مع قادة العالم ماريك لو بوتين ويعني صورة عظيمة الحقيقة ولقيت يعني مزيد من الأعجاب مبارح على السوشيال ميديا حبيتني إلى حضراتكم أنا بس سألت على أردوغان بما أنه كان في ألمانيا قالوا لي الاجتماع ده كان للكبار فقط فهو ما كانش موجود الحقيقة يعني صورة طبيعية جدا وبتنقل قد إيه التعاون وتقارب وجهات النظر واستجابة زعماء العالم لقمة برلين أو اجتماع برلين بخصوص الأزمة الليبية وكمان بتأكد على موقف مصر وسباة موقف مصر فيه دعم الجيوش الوطنية مش الميليشيات المسلحة في أي دولة بيحصل عليها اعتداء أو تدخل سافر زي اللي حصل من قبل أردوغان في ليبيا دايماً مصر بتؤازر وبتساند كل الدول العربية الشقيقة بتكون جنبها بتدعم موقفها لكن من أكد تاني مصر دايماً بتدعم الشعوب وبتدعم الجيوش الوطنية مش الميليشيات المسلحة بل بالعكس استجابة مصر لدعوة ألمانيا بخصوص مؤتمر برلين لأزمة ليبيا بيأكد على موقفها وعلى اتفاق كل زعماء العالم على حاجة واحدة أو هدف واحد هو إعادة الاستقرار وعدم التدخل إلى الشعب الليبي أو ليبيا اسمحي لي برضو يا هيب أقولي على جزئي في الحيطة دي أنا شفت ناس كتير بتقول أن السور دي تؤكد على مكانة مصر يعني الحقيقة الكلام حلو بس شوية لا يروق لي أو ما بيعجبنيش لأن مكانة مصر دي محفورة ومحفوظة في العالم كله منذ بدء مكانة مصر دي العالم كله يعرفها كل دول العالم مش بنقول كده يعني بنبهرج في الكلام أو بنطبل لبعض لكن ده احنا بتكلم على بلدنا يعني لا مصر جغرافيا وتاريخيا مكانها محفوظ ومعروف كون أن يبقى فيه قيادة سياسية عارفة ده فبتظهر ده قدام الناس أو بتطلع في الصورة ده ده زكاء يعني ما أنت ممكن يجي لك قيادة مثلا زي لما كان الإخوان موجودين معلش يخلوا رؤابتك قدام زي سمسمة قدام الناس وفيه صور كانت مش عايزين نتكلم مورس وميريكل بمناسبة ألماني كانت حاجة يعني حاجة تكسف يعني كمتحك آه فيعني لأ مصر مكانتها عظيمة ومصر مكانتها كبيرة بس لحسن الحظ موجود في هذا الوقت إدارة أو قيادة سياسية بتبرز ده وبتبين ده في سنة واحدة وقت يعني الأزمة الصعبة اللي تبالد بيها مصر وقت حكم الإخوان في سنة واحدة حضراتكم ممكن يعني نسترجع كده بالذاكرة اللي حصل في خلال سنة وفي شهور قليلة جدا إزاي التراجع والتدهور وصورة مصر اللي بقت الناس دي بتشويها قدام العالم كله لكن خلينا كده نشوف الخمس سنين دول مصر استعادت مكانتها إزاي لأن هي دي مكانتها لها تستحقها وهي دي مكانتها الطبعية جدا بين كل دول العالم بعظمتها وبتاريخها وبشعبها لكن كان يعني محتاجين نسترجع نفسنا ونسترجع بلدنا مرة تانية ويكون فيه قيادة حكيمة لي